أعزائي طلبة الطالبات شعب الصناعات المعدنية أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المميز في بيتنا مدرسة والذي سوف نستكمل من خلاله مراجعة مادة العمليات لتخصص تشكيل المعادن والسياب ويمكن في الحلقة السابقة تكلمنا عن مجموعة من الأسئلة التي تم حلها بمنتهى السهولة واليسر ولكن كان بيشرت فيها دايما أن احنا بنأكد على الحتة دي أن لابد من قراءة السؤال جيدا وفهم معناه وفي نفس الوقت برضو أنا بقرأ السؤال لابد أن أنا أتمعن في الخطوات الترتبية التي يتحدث عنها السؤال بمعنى أن ما فيه السؤال جاي من غير عملية صناعية ده هو متاخد من بعض العمليات الصناعية الموجودة يبقى لازم وأنا بتكلم عن السؤال أبقى أنا عارف هل أنا بتكلم عن الربوسية هل بتكلم على النأش هل بتكلم على اللحام هل بتكلم على الجامع الدرفلة حاجات كتير جدا العمليات الصناعية بتاعتنا بتقوم بيها ومن ضمن العمليات المهمة ولذلك في مادة الأسس الزخرفية تلاقي أن القدماء المصريين هم اللي علمونا العمليات الصناعية زي الطرق والنأش والترميم والمينة والطلع والسباكة حاجات كتير جدا واللحام كل الحاجات دي ما زالت مستمرة حتى الآن حتى مع التطور التكنولوجي باستخدام أحدث المعدات والأدوات ولكن يمكن الواحد دايما بيميل إلى المهارة اليدوية المهارة اليدوية إذا كانت متقنة بتخرج منتج يعيش فترة طويلة من الأزم تعالوا بعد كده بقى نستكمل الأسئلة بتاعتنا واللي كنا بنتكلم فيها بيقول لي يجب أن يصنع قلم النقش أو يصنع قلم النقش مع المشغولة زاوية قدرها ستين النقطة دي خاطئة ليه لابد أن يصنع قلم النقش مع المشغولة زاوية قدرها خمسة واربعين ليه الخمسة واربعين بتبقى بالنسبة لميلة الستين بتبقى أكتر إذا كان الألم عمودي على المشغولة لا ينقش ولكن يعمل إيه؟ يسقب إذا كان القلم عمودي على المشغولة يسقب طب وإذا كان مائل بزاوية ستين تبقى عملية النقش بالنسبة له متعثرة طب وإذا مال بقى إلى زاوية خمسة واربعين الخمسة واربعين دي بتبقى مريحة بالنسبة لي في عملية الإيه؟ النقش يبقى إراحة القلم مع المشغولة أثناء الترك وأثناء التشكيل يجب أن يصنع زاوية قدرها خمسة واربعين درجة بعد كده بيقول لي يجب مراعاة عوامل التمدد والانكماش في النموذج بعد السباكة دي غلط طبعا ده أنا براعي عوامل التمدد والانكماش للنموذج قبل السباكة ولذلك في نظرية إذا كان القالب المستخدم في السباكة بالرمل اللي أنا يعني هسبك عليه أو هو الدليل بتاعي أو اللي هو الدليج بتاعي اللي أنا هسبك عليه إذا كان تهزيل استنبا من الخشب فبيراعى فيها عوامل التمدد يعني شوف الحكمة بتاعت ربنا ليه بقى لأن أصلا الرمل اللي بيتحطى حوالين النموذج بتاعي اللي هو بيبقى مقسوم نصين بيبقى رمل مضاف عليه بعض المواد الإضافية زي الماء والعسل والقار الإسود دي بنسميها مواد الترابط للرمل طب الرمل ده هيبقى راتب ولا جاف أساسي لابد أن يكون راتب طب والرطوبة اللي موجودة في الرمل هتنتقل لو النموذج مصنوع من الخشب طب لو الرطوبة انتقلت للخشب يزداد ولا يقل الخشب يزداد بالماء ويقل بدرجة الحرارة عكس المعدن المعدن بينكمش بالبرودة ويزداد بدرجة الحرارة كبه هنا ولذلك تبص لي دايما في الكبار بتاعتنا العلوية التي تصنع من القطاعات الحديدية لابد أن يكون هناك فيصل أو فاصل لو انت ركب العربية كده وماشي على الكبار هتلاقي في كل فترة فيه فاصل بينهم وبين بعض ما بين الجزء ده والجزء ده طب والفاصل ده فأيديته ايه؟ ده بيراعي عوامل التمدد والانكماش للعوامل الجوية على مدار العام يبقى هنا لابد في السباكة بالرمل أننا أراعي عوامل التمدد والانكماش للنموذج المراد سباكته حتى لا يزداد حجمه أو يقيل حجم أنا بصنع حاجة في السباكة حاجة دقيقة جدا الدقة بتاعتها أننا مجرد مركبة تدخل في مكانها الطبيعي ولذلك احنا لو شفنا في أحد الأفلام كان فيه بعض العيوب اللي هي كانت موجودة قدر يستخدم المبرد ويقدر يبرد على أساس أنه يجيب الجزء ده بالنسبة له يبقى على قد المسافة بتاعته مزبوطة إذن هنا من عوامل السباكة المهمة جدا أننا دايما أراعي عوامل التمدد والانكماش للنموذج طيب أراعيها إزاي إذا كان النموذج مصنوع من الخشب لابد منطلاؤه بمادة ورنيشية أو بمادة بلاستيكية تحفظه وتقيه من التفاعل مع رتوبة الرم يبقى دي مهمة جدا لازم بنحطها في الاعتبار بحيث أن هي بتبقى مهمة تراعي درجة حرارة الغرفة أثناء السباكة حتى لا يتمدد القالب برضو كنا بنتكلم فيها يراعى دي صح يراعى أن تكون فتحة المصب وتتناسب تناسب ترضي مع حجم المعدن المراد صبه ودي مهمة إننا لما آجي أصب لازم يكون المصب بتاعي محطوط في مكان بيراعي حجم المعدن اللي هو موجود بالنسبة لي يعني إيه؟ يعني ما ينفعش إن أنا هسبك نموذج كبير وعمله مصب صغير ليه؟ الفترة ما بين الصب وما بين سريان المعدن داخل النموذج أكيد بيتعرض لدرجة برودة لا تراها بالعين المجردة ولكن تقاس بأجهزة قياس درجات الحرارة يبقى هنا يبقى أنا عايز المصب يتناسب مع حجم المسبوكة وحجم المعدن المراد إيه؟ صبه يعني إنت لما تيجي مثلا تجيب مثلا شلموه عشان خاطر تحطه في مثلا في زجاجة أو كباية عصير وتيجي تشفط منه تبص تلاقي نسبة الشفط بتاعك بالنسبة لك ولا إيلا عكس لما تمسك الكباية وتشرب هي نفس فكرة الصب بالزبط لما يكون أنا عندي نموذج كبير ما ينفعش إن أنا أعمله مصب صغير ده إن شاء الله ده بقى عشان خاطر يتصب محتاج إن أنا أععد أصهر المعدن مرة واثنين وثلاثة طب لو أنا صهرت المعدن وصبت المسبوكة يبقى أنا كده بعمل عملية فاصلة يبقى فيه جزء بارد وجزء فيه لسه ها ععد أصهره تاني بدرجة حرارة معينة طب وانا اش ضمن إن المصب ذات نفسه مش موجود في قلب منه معدن المعدن ده ممكن يبرد ولما جا صب بقى إذن هنا بقى فيه مشاكل في المسبوك إذن لابد من وجود المصب بالنسبة لي فتحته تتناسب تناسب ترضي مع حجم المسبوكة أو حجم المعدن المراد إيه صب ودي مهمة جدا وبنحب نوضحها بحيث إن إيه دي بتعتبر من ضمن العوامل الأسئلة ومن ضمن الأسئلة اللي بتيجي في الإيه في الامتحانات يرعى دعيما أثناء عملية صب أن تكون فتحة المصب مناسبة لحجم المعدن طبعا تسخن المينة بدرجات حرارة عالية حسب النوع النعومة وتتراوح من 60 إلى 200 ميش اللي هي دي درجة الإيه؟ الحرارة هنا ما بيتكلم عن المينة ذات نفسها هنا بيتكلم عن المينة أثناء تطبيقها على سطح الإيه؟ المعدن ودي صحيح بعد كده بيقول لي إيه؟ المينة تعتبر من المواد الزجاجية الشفافة التي يصعب لسقها بالمعدن ودي تعتبر خطأ المينة هي مادة زجاجية شفافة طب وإيه تاني؟ اللي سهلت الالتصاق بجميع المعاد يبقى هنا العبارة في حد ذاتها اللي هي مكتوبة بالنسبة لي دي تعتبرها عبارة خاطئة ولكن تعريف المينة مرة تاني المينة هي مادة زجاجية شفافة سهلت الالتصاق بجميع الإيه؟ المعاد ولذلك إحنا كان أيام زمام من فترة طويلة أيام ما كانوا بيعملوا البنيوهات بتاعتنا من الحديد الزهر كنت تبص تلاقي البنيو الزهر ده مبطن بمادة المينة البيضاء أو حسب اللون بتاعها الموجود يبقى هنا المينة هي سهلة الالتصاق بجميع المعادن وتعتبر من ضمن المعالجات الأساسية للمعادن بتاعتنا ولذلك القدماء المصريين لو تفرجت على تمثال توت عن خامون هتلاقيه متطعم بكتير من المينة وبعض الأكاسيد الملونة السباكة بالشمع المفقود من الطرق الحديثة لإنتاج المسبوكات الدقيقة ودي تعتبر بالنسبة لي صحيحة يحدث تصدع من قوة ترابط حبيبات الرمل بعضها مع ايه؟ مع بعض هنا ماينفعش يحدث تصدع ما بين حبيبات الرمل بعضها مع بعض ودي اللي بأكد عليها بأكد عليها بمعنى ايه؟ ان لابد ان تكون حبيبات الرمل مترابطة وليست متصدعة لو في تصدع لحبيبات الرمل يعني ايه تصدع؟ يعني حصل خلل في ترابط جزائيات الرمل بعضها مع بعض حصل انفصال بنسميه تصدع يعني انت لما الانسان من هنا بيحصل له تصدع أو بيبقى عنده صداع معناها ان هو انفصل المخ عن الجسم ذات نفسه بمعنى ان فيه خلل في الجسم اما ان يكون هذا الخلل خلل عارض او خلل مرض معين برضو بالنسبة للرمل الرمل لا يتصدع اثناء عملية السباك لابد ان يكون الرمل مترابطة وحبيباته مترابطة بعضها مع بعض باستخدام المواد السائلة التي تستخدم لربط الرمل بعضها مع بعض زي ما قلنا ماء العسل او القاري الاسود او اي نوع من انواع المواد التي تساعد على ربط وزيئات الرمل بعضها مع بعض او الدسكرين كلها حاجات بتعتبر حاجات طبيعية تضاف للرمل تزيد من قوة صلبة لا يحدث به تصدع طب لو حدث بقى تصدع في الرمل يؤدي الى وجود تشوهات في المسبوك يؤدي الى وجود تشوهات في الايه في المسبوكة ولذلك الرمل بيتعرض لعملية التحميص لدرجة حرارة عالية جدا تزداد من تزيد من صلبته وفي نفس الوقت تؤدي الى نعمة سطح الايه المسبوكة اذا ده مهم جدا بالنسبة لي ان اثناء عملية السباكة لا يمكن ان يحدث للرمل تصدع لان التصدع يؤدي الى تشوهات في الايه في المسبوكة ولكن يؤدي الى ايه ترابط يبقى لما يقول لي ان فيه تصدع اقول له خطأ لابد ان يكون هناك ايه ترابط من عيوب المسبوكات انه يحدث بداخلها فقاقع غازية وارد الفقاقع الغازية سببها ايه سببها اما ان انا بضيف نوع من انواع النشارة الخشب اللي هي بتؤدي الى وجود عملية التنفيذ الفقاقع دي موجودة في المعدن بتؤدي في غازات اثناء عملية صهر المعدن بضيف بعض المواد التي تساعد على عملية الصهر هذه المواد ممكن تؤدي الى فقاقع غازية القلب المجزأ هو القلب الذي يتكون من جزء واحد دي غالط الخلب المجزأ هو الذي يتكون من مجموعة من الاجزاء تعالوا نروح بقى بعد كده باسئلة نوع من الاسئلة غير الاسئلة بتاعت الصحة والخطأ وهو اختيار الاجابة الصحيحة من العبارات الاتية ودي مهمة جدا يعني قد تكون في الاسئلة بتتكلم عن عملية ذات نفسها بيقولك اشرق من خطوات عملية الجامع وحاطط لك كذا خطوة من عمليات تانية اخرى ومختار انك انت تختار الخطوة التي تتمثل في خطوات عملية الجامع يبقى دي مهمة جدا بالنسبة لي بحيث ان انا اقدر اختار الاجابة الصحيحة من العبارات الاتية تعالوا اول سؤال بيقول لي اذكر مثال لاستنبى متعددة العمليات صناعة الوردة هنا محدد بقى السؤال محدده ازاي يعني هو اقولك ايه انا عايز اصنع وردة طب الوردة اللي انا اصنعها من الحديد دي لازم تكون مسقوبة من النص ومقطوعة من المنبر على شكل ايه دايره طب الكلام ده صحيح اه قال لي هي الاختيار رقم اربعة تتم عملية السقب من الداخل ثم القص من الخارج لعمل شكل ايه الوردة دا حتى من ضمن السؤال اقولك لعمل شكل وردة ممكن ااخد الكلمة اللي موجودة فيها الوردة بس برضو بأكد ان حتة الوردة دي ممكن تكون متكررة في كذا حاجة بالنسبة لي بعد كده الانواع الرئيسية لعملية السحب العميق واحد زيادة سمك الجدار الاوعية اتنين زيادة سمك الجدار للاستنبا تلاتة تخفيض قوة الضارب أثناء السحب الاوعية اربعة تخفيض سمك الجدار للاوعية هي اربعة تخفيض سمك الجدار للاوعية الاستنبا التي تجرى فيها العمليات المتعددة يجب أن يتم على التوازي التوالي استقامة واحدة التردد لازم تتم على التوالي ولذلك في الاستنباط دي لازم يبقى فيها حتة التوالي بصفة مستمرة بقول لي تقتصر عملية التشكيل بالتدويم على انتاج منتجات متماثلة الشكل وتكون الخامة المستخدمة على هيئة اللي احنا كنا بنتكلم عليها اقراص مسطحة نقطة الجامعة دي قلنا ان هي دايما بتبع على شكل ايه اقراص من الصفات الواجب توفرها في المواد المشكلة بالكابس يجب ان تكون الخامة لدينا وليست صلبة وليست صلدة وليست ايه هشة ويمكن دي من ضمن الشروط الاساسية للمكابس يعني من ضمن الشروط الاساسية للمكابس لازم احط في الاعتبار ان الخامة التي توضع ما بين فكي المكبس الفك العلوي والفك السفلي وبينهما الاستامبة سواء كانت استامبة الفك العلوي واستامبة الفك السفلي واذا كان الشكل موحد او الشكل غير موحد يشترط ان تكون الخامة في حالة لدينا حالة لدينا ليه حتى تتم عملية التطبيع على الخامة للحصول على الشكل المطلوب خالي من التشوهات والعيوب يبقى دي مهمة حاجة مهمة جدا بحيث ان انا احطها في الاعتبار انما يقول لي مجا شغل المجبس شغلوا على خامة صلبة ولا هشة ولا خامة صلدة اقول له لا كل ده مش موجود لابد ان تكون الخامة بالنسبة لي ايه؟ لا دينا طيب ممكن واحد يقول لي طب ما احنا ممكن نشتغل على خامة صلبة اقول له اه ممكن زي مثلا اللوح الصاج اللوح الصاج بالنسبة لي صلب بس فيه حتة اللدونة اللدونة بتاعته جت من اين بقى؟ جت من تقليل صمك اللوحزة نفسه اذا اقل الصمك اصبح المعدن ايه؟ لادن او سهل التشكيل لكن لو انت بقى بتشكل كتلة او عايز تعمل استنباب صمك مثلا 10 سنتي لازم بتتميز فيها حتة اللدونة في الخامة اثناء عملية التشكيل حتى نحصل على الشكل الايه؟ المطلوب من استخدام المكابس بانواعها الايه؟ المختلفة بعد كده بيقول لي المراجعة هي العملية الختامية للعمليات الحرارية اي انها عملية تالي عملية التصليد سبعة يتم التحكم في تثبيت الخامة مع النموذج اثناء عملية الجمع بواسطة جزء مماثل اللي هو الغراب الايه؟ المتحرك اللي هو الاختيار رقم واحد وليس الغراب السابت وليست الامة الضغط وليست الركيز بعد كده القالب البسيط هو عبارة عن قالب واحد يستخدم في تشكيل المنتجات التي تكون فيها القاعدة اكبر من الفوهة الفوهة اصغر من القاعدة الفوهة اكبر من القاعدة القاعدة والفوهة اصغر من منتصف الايه؟ المجغولة لا هي الفوهة اكبر من الايه؟ من القاعدة وهنا القالب البسيط هو القالب الذي يسهل استخراج النموذج منه بمنتهى السهولة يعني ايه؟ يعني قالب بسيط يبقى لازم القاعدة هي اللي تبقى صغيرة والفواه هي اللي تبقى كبيرة ويمكن احنا شرحناها مرارا وتكرارا زي الطبق اللي أنا باكل فيه اللي هو الطبق الاستيلس ده ابو ستلاقي قاعدة الطبق صغيرة بعد كده يبدأ الطبق يكبر بعد كده ياخد الحفة بتاعته او الشفة بتاعته يبقى انا لو عندي قالب من الخشب وانا بجمع عليه المعدن يبقى بعد ما تم عملية الجامع ممكن اخرج المشغولة بمنتهى السهولة يبقى هنا القالب البسيط تعريفه والقالب الذي يخرج منه النموذج بمنتهى السهولة عقص القالب المراكم عقص القالب الايه المراكم تستخدم مراحل السحب العميق في انتاج هيكل السيارات اجزاء الطائرات اجزاء من التلاجات والغسلات ولا جميعا جميعا احنا تكلمنا عن حتة السحب العميق دي اللي هي من خلالها المجبس بياخد المشغولة وينزل بيها زي مثلا ايه لما تيجي تبص على باب السيارة باب السيارة ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن قطعة من الصاق واخد نفس الشكل او الفرين بتاعه ده حتى يعني ما بيبقاش فقط تفريغات بتاعت الازاز ولا الاكر ولا الكوالين ولا الكلام ده كله ده اللي بيقوم بالكلام ده كله المجبس اذا الكتلة بتاعت الباب كلها نفس الشكل بتاع الباب واخد الكيرفو حسب التصميم بتاع السيارة المجبس بروح جاي حتطلو القطعة الساق بتاعتي سواء كانت سمك واحد ملة او اتنين ملة حسب السمك المستخدم ومجرد ما بينزل المجبس على الساد بيروح جاي واخد المجبس ونازل بيه على الاستنبا بتاعت الفك الايه؟ السفل ويدغط عليه ضغطة جمدة ويرتكز الفك العلوي على الفك السفلي لمدة ثواني طب ليه؟ تأكيدا لاتمام عملية التشكيل تأكيدا لاتمام عملية بنسميها حتة الراحة هو بيريح شوية يعني الفك العلوي بيريح على الفك السفلي شوية كده بسيطة وبينهم وبين بعض الايه المشغولة ليه؟ حتى نتأكد من اتمام عملية التشكيل جيدا اذا هنا دي مهمة جدا يبقى السحب العميق ان المجبس بياخد الحاجة وينزل بيها ويشكلها زي ما اتكلمنا ان السحب العميق هو زي سحب اغلفة الطلاقات النارية طب وزي باب التلاج باب بتاع التلاجة برضو تبص تلاقي الباب ما شاء الله العرض بتاع الباب ذات نفسه قد يصل الى 4 سنتي او 5 سنتي ممكن يوصل لتنين بوصة وتنين بوصة ونص طب مين اللي هينزل بالحاجات دي كلها؟ برضو المجبس بينزل المجبس على قطعة الساج بتاعتي بعد عمل الانفراد لها واجراء عمليات التفصيل بحطها على المجبس بيروح جاي نازل ويتم عملية الايه؟ التاني طب المجبس هل ممكن يقوم بعملية التفصيل ذات نفسها؟ اه لو انا مديله المقاس بتاعه وانا عامل كل الحاجات دي في الاستنبا يعني مسميها استنبا متعددة الاغراض بتتني وبتقص وبتفرغ وبتعمل كل حاجة اذا هنا مع التطور التكنولوجي بقى فيه معدات فيها كل اللي انت عايزه ممكن وانت قاعد على جهازه الكمبيوتر تطلع اللي انت عايزه واللوح السجي يتحرك بالمقاسات اللي انت عايزها ويتقطع بالمقاسات اللي انت عايزها لو كنا دايما في فترة ايام زمان كنا بنعمل رحلات للطلبة داخل المصانع وكنا بنفرجهم على صناعة التلاجات وكنا بنفرجهم على استخراج القطبان الحديدية واستخراج الاسياخ اللي هي حديد التسليح وكنا بنفرجهم على المينة وبعض منتجاتها كل الحاجات دي وكنا بنفرجهم على صناعة اليد البقاليتلي اللي هي اليد التي لا تتأثر بدرجات الحرارة اللي احنا بنحطها في البرد أو في الحلل بتاعتنا بحيث ان احنا نقدر نشيلها من على النار دون ان نتأثر بدرجة الحرارة كل الحاجات دي كنا بنفرج الطلب عليها داخل المصانع ولذلك كانت المعلومة بتثبت دائما وفي نفس الوقت هو بيشوف عينه وبيشوف مراحل التنفيذ وبيريشوف مراحل التشطيب وبيشوف مراحل التسويق ذات نفسها وبيشوف المنتج في شكله النهائي كل الحاجات دي بتعتبر بالنسبة له مهمة ولذلك عندما يرى الطالب ما يصنع أمامه سهل جدا الإجابة على أي سؤال من نفس الموضوع اللي هو ايه شافه ولذلك الرؤية توصيق الرؤية توصيق بوصف كل حاجة طالما أنا شفتها إذن هنا دي تعتبر بالنسبة لي مهمة من أهم النقاط التي يجب توافرها في أعداد وتجهيز مخرطة الجمع الآلي ضبط الفك العلوي نظافة الفك السفلي ضبط السرعة المناسبة حسب الشغلة المطلوبة عدم فصل الطيار الكهربائي بعد العمل على المخرطة أكيد ضبط السرعة المناسبة حسب الشغلة المراد تشكله يتم الجمع الآلي على المخرطة من أقراص معدنية مسطحة أو من قطع سبق سحبها من مجبس وفي الحالة تعتبر عملية الجمع بمثابة عملية تجميع ولا تشتيب ولا تأبيب ولا تلميع أكيد عملية تشتيب هنا في الحتة دي بالنسبة لمخرطة الجمع مخرطة الجمع مهمة جدا ولذلك احنا اتكلمنا عليها كتير هو هنا لما بيجي شغل المخرطة ما بيقومش بعملية الجمع عليها مباشرة زي ما اتكلمنا مرة قبل كده وشرحنا قلنا ان انت لو عندك عربية وحطيت المفتاح في العربية وشغلتها ولقيت صوت العربية متغير بتعرف ان فيه خلل في العربية او فيه حاجة لابد من تصلح غير بقى دلوقتي بتتحطي العربية على جهاز كشف الاعطاء الممكن يطلع لك العطل في المكان المحدد حسب الكمبيوتر لكن صوت العربية ذات نفسه بالنسبة لسائقها او مالكها هو عارف لو اتغير الصوت يبقى على طول مباشرة وجد هناك عيب او عيوب هنا برضو عندنا في مخرطة الجمع ما بيجي العامل او يجي المدرسة ما يجي يعلم الطلبة اول حاجة بيروح جاي دايس على زرار التشغيل ويسيب المخرطة تشتغل لغاية ما تصل الى درجة الدوران بتاعتها التي يزبط عندها صوت هذا الصوت يكون له رانين خاص في اذن العام هو خلاص تعود على الصوت ده ما يقدرش يجمع في الاول عملية الجمع في الاول لسه اللفات ما بقيتش تاخد السرعات بتاعتها هو بيسيبها لغاية ما تصل الى 2000 لفة في الديئة مثلا وصلت الى 2000 لفة طالما وصلت الى 2000 لفة يبقى خلاص صوتها بالنسبة لك ايه خلاص ابدأ اشتغل واعمل عملية الجمع ده انت حتى في البيت لو عندك مروحة من المراوح العمود وهي شغالة لو حصل فيه خلل في الصوت تقول فيه خلل في الصوت ليه نتيجة سماعك لصوتها على طول بصفة ايه مستمرة يبقى احنا هنا بنأكد من ضمن دواعي الامن ومن ضمن السلوكيات المهنية او الاستخدام الامثل للمكينة لابد ان تصل الى درجة الدوران القصوى لها حتى تتم عملية الجمع حسب السمك الايه المطلوب بعد كده بيقول لي تبدأ التقصية بالتسخين من درجة حرارة قدرها 150 155 154 165 ال 150 هي الصح حمامات الاملاح لتقصية المعدن على فققيع ولا على نطرات ولا على اكاسيد ولا على كابريتات اكيد على نطرات المراجعة هي العملية الختامية للعمليات الحرارية اي انها تلي عملية التسليد يبقى هنا في حتة التقصية مهم جدا ان هي بتبدأ درجة الحرارة من 150 درجة ايه مقوي يعني ايه تقصية التقصية هي توصيل المعدن الى درجة الحمرار ثم تبريده فجأة في المقى او الايه او الزي يبقى هنا اللي بقى لان المعدن بيتكون من طبقتين طبقة بتسمى بالطبقة الاستونية والطبقة الاخرى بتسمى بالطبقة المارتينية الطبقة المارتينية هي الطبقة الداخلية للمعدن ازاي لو انت عايز تجرب الموضوع ده وتشوفه بالعين المجردة هات مصمار من الصلب وامسكه بزردية وحطه على النار طريقة سهلة وبسيطة ممكن كلنا نتعرف يعني ايه تأسي مجرد ما المصمار يصل الى درجة الحمرار روح جاي حطه في الماء او في الزيت هات بصت ليه بيبرد اول ما اتطلعه على طول من الماء او الزيت روح جاي مسكه بايدك كده هات بصت ليه لسه بينبعث منه درجة حرارة رغم انك انت عملت له عملية تبريد لكن هو مين اللي تبرد او مين اللي تأسى السطح الخارجي وليس السطح الداخلي دي رقم واحد ازا ما زال السطح الداخلي بعد اتمام عملية التقصية يحتفظ بجزء من درجة الحرارة التي تعرض لها المصمار طب بعد كده بقى لو انا عايز ااكد كلامي صح لما ببص على المصمارة بص لقي لونه تحول من اللون الفضي الى اللون البنفسيجي او اللون البني ده بشوفه بالعين يعني لقي المؤخرة المصمار اللونها فضي زي ما هي عشان ما تعرضيتش لدرجة الحرارة والمقدمة هي اللي لونها ايه تتغير دي الحالة التالتة التانية الحالة التالتة بقى والاهم من كده لو انا جبت منشار وقطعت المصمار او على حجر جلخ وروح تجاي قطع المصمار الاء اللون الفضي من الداخل محتفظ بلونه كما هو طب من اللي تأثر الطبقة الاستونية الخارجية هي التي تأثرت بدرجة الحرارة وهي التي تأثرت بالتبريد المفاجئ في الماء او الزيت وعملت عملية تغليف نسميها عملية التأسية للطبقة الداخلية ولذلك المصمار ده بيعتبر مقصة ممكن انا لو جيت على لوح من الصاج وروح تجاي محركه عليها بص ليه يخدش فيه بومنته السولة ليه اصبح سطحه الخارجي صلدا ولذلك كنت تبص تلاقي ايام زمان كان بيجي راجل بيلمع السكاكين او بيحميها كنت تلاقي هو بيحمي السكاكين كده على حجر الجلخ جنب منه مية على طول بيعمل لها عملية تبريد التبريد ده بيخلي السطح بتاع السكينة ناعم واملس وفي نفس الوقت بيقصيه بيبقى قاسي جدا اثناء عملية الايه القاطع طبعا مع فترة طويلة من الزمن وسوق الاستخدام والاستعمال هذه الطبقة بتتأثر بكل الاجزاء دي ولا بد من اعادة تقسيتها مرة ايه مرة تانية ولذلك احنا دايما بنقسل اجن بتاعنا البنط بتاعتنا بنعمل لها تأسية اقلام الناقشة اقلام الحفر كل الحاجات دي بنعمل لها تأسية وبنعمل لها زي فكرة بالضبط الالم والرصاص اللي انت بتستخدمه لما السن بيخلص بتعمل ايه بتبري الالم مرة تانية طبعا لما يخلص ثاني ابري مرة تالتة وهكذا حتى ينتهي الايه القلم يبقى هنا عملية التأسية هي المحافظة على المعدن الداخلي وبالطبقة الاستونية التي تتعرض لدرجة الحرارة ثم التبريد فجأة في الماء او الزيت ويسمى السطح صلدا يستطيع ان يغدش معدن اخر يستطيع ان يقطع معدن اخر حتى تتهالك هذه الطبقة من سوء الاستخدام او من قسرة الاستخدام بعد كده بيقول لي تعرف عملية السك والختم بالاستنباط على انها واحد داخلي مجوف سطحي مجسم هي تلاتة سطحي عند تشكيل الخمة بالكبس فانها تتعرض لاجهادات كما انها تتعرض لارتفاع صلادتها دي لابد من ايه تسلدها تأسيتها تخمرها سحبها لابد من ايه من تخمرها عند قس المعدن او قطعه او تفرغه يجب ان يوضع على دليلين ثلاثة ادلة اربع ادلة دليل واحد لابد ان يوضع على دليل واحد بعد كده تعرف عملية السك على انها تشكيل داخلي خارجي للمعدن سحب للمعادن بسخ للايه للمعادن هي خارجي للمعادن القالب المركب هو الذي يستخدم في صناعة المنتجات اللي يصعب استخراج القالب منها ويتكون من مجموعة من القوالب مجموعة من القواعد مجموعة من الفصوص مجموعة من الاعمدة اكيد مجموعة من الفصوص وشرحناه قبل كده القالب المركب عند اضافة نسبة من 12% ل13% نجعل الالواح المصنوعة من الصول بمقاومة للصدى في الهواء والماء الماء والاملاح ماء البحر والهوى الهواء وماء البحر المالح والعزب وبعض الاحماد الاخرى اكيد رقم اربعة طالما اضفت بنسبة 12% ممكن اضيف كوروم او مانجانيز او ماغنيسيوم او تينجس اضيف زي ما انا عايز يضاف محلول حمض الايدروكلوريك اثناء التحليل الالكتروني بنسبة تتراوح ما بين من 5 الواحد ونص من 5 الواحد وستة من عشرة من 5 الواحد وسبعة من عشرة من 5 الواحد وثمانية من عشرة اكيد من 5 الواحد ونص عملية القصدرة تنقل الاشريطة الى ماكينة القصدرة ولذلك لابد من تغطية الشرائط بطبقة مساعدة في صح محلول مائي اللي هو كولوريد القصدير كولوريد الزنك كولوريد الماغنيسيوم كولوريد البوتاسيوم اكيد كولوريد القصدير او الزنك هنا اثناء عملية القصدرة لابد من وضع طبقة من مساعدة الصهر مائي من محلول كولوريد الزنك في درجة حرارة قدرها 270 درجة مائي يمكن بواسطة عملية سحب الحصول على اسلاك دقيقة باقتار تصل الى حد 2 على 1000 2 على 100 2 على 10 اتنين على 10 تلاف اكيد 2 على 1000 من المل تصنع عدد تشكيل المستخدمة في عملية البسك من صلب سبائك عالي الجودة صلب سبائك متوسط الجودة صلب سبائك رديق الجودة الحديد المطوع اكيد من صلب سبائك عالي الجودة هنا في حتة البسك مهمة بحيث ان انا اصنع المعدن بتاعي من صلب سبائك عالي الجودة ليه لان المجبس على طول في قلب منه معدن منصهر طب لو انا مصنعه بالمعدن رديق بقى اكيد جسم المجبس هينصهر مع المعدن ده اذا هنا لابد ان تكون درجة حرارة المجبس اعلى من درجة حرارة المعدن الموجود بداخل الايه المجبس ليه لانه بيحتفظ بدرجة الحرارة درجة ايه عالية يمكن احنا عندنا النحاس الاحمر يحتفظ بدرجة حرارته لفترة طويلة من الزمن ولذلك من ضمنه مميزاته او بتعد من ضمن العيوب بتاعته انه عند وضعه على درجة حرارة يحتاج الى وقت طويل حتى يمتص هذه الحرارة بيحتاج لوقت طويل جدا عشان يسخن او عشان يسخن ما فيه ده ده النحاس الاحمر عكس الالمونيوم الالمونيوم يكتسب درجة الحرارة بسرعة ويفقدها بسرعة هات انت برد الالمونيوم كده وحط فيه شوية مية على اساس انك انت تسخن المية ما بيداخله مجرد ما بتفرغ المية من البرد الالمونيوم ما بتكملش ديئتين وتلاقي البرد ليرجع لوضعه الطبيعي اذا هنا الالمونيوم يكتسب درجة الحرارة بسرعة ويفقدها بسرعة النحاس الأحمر يكتسب درجة الحرارة ببطء ويفقدها ببطء يبقى هنا لازم تبقى عارف أن المجبس لابد أن تكون جسم المجبس مصنوع من صلب عالي الجودة يتحمل درجة الحرارة الموجودة بإيه؟ بداخله هنا برضو بيقول لي حتة تسحب الأسلاق برضو مهمة بيقول لي ممكن تتسحب على 2 من 2 على الألف من الملي ما قدرش بقى أسحب على 2 من 10 تبقى صعبة بالنسبة لي جدا ولكن مع التطور التكنولوجي الحديث ممكن تلاقي زي الشأ ممكن تلاقي أسلاق مثل الشعر ليه؟ بقى في تطورات تكنولوجية حديثة وبقى في سحب بسرعة وبقى في استخدام مواد ديلادنا ومواد سائلة بتساعد على عملية السحب كل الحاجات دي بتبقى مهمة أنا بتحكم في خلطة المعدن أثناء عملية السحب إذن هنا ممكن أحط المعدن بالنسبة للرصاص والرصاص بتاعي بيساعد في عملية السحب ولكن لو أنا ضفت الرصاص بنسبة تزيد عن 2% ممكن السحب ده يؤدي إلى سحب متقطع ممكن يصبح المعدن غاشفا كل الحاجات دي بتعتبر بالنسبة لي سهلة لو أنا عندي النسب بتاعتي مزبوطة إذا لابد من ضبط النسب قبل عملية السحب ثم تتم عملية السحب حتى وقتنا الحالي وما تدرس 2 على الألف من المل بعد كده بيقول لي إيه أرتب الخطوات الآياتية يبقى هنا عندي عملية الترتيب ده نوع آخر من الأسئلة أرتب خطوات مراحل السحب العميق حاطط لأول حاجة بيقول لي إيه يتم عادة أجزاء عمليات السحب للأجزاء المجوافة أكيد مش هي طبعا توضع الخامة المعدنية المطلوب سحبها يتم التشغيل بهبوط الضارب إلى أسفل التأكد من وجود ماسك للخامات رح جاي جاي في الإجابة بقى بدأ يرتب أول حاجة قال لي توضع الخامة المعدنية المطلوب سحبها دي أول حاجة طب اتنين التأكد من وجود ماسك للخامة تلاتة يتم التشغيل بهبوط الضارب أربعة يتم إعادة أجزاء العمليات السعب هنا أنا أتوقف بسيطا دي بتعتبر من ضمن الأسئلة الصعبة ليه؟ لابد أنك أنت تكون عارف العملية يعني مهم جدا أن أنا أكون عارف لإيه؟ العملية بالنسبة لي ولذلك بتتميز الحاجات دي بالنسبة لي بإيه؟ بتتميز بالسهولة واليسر بمعنى أن إحنا قلنا في بداية العمليات مادة العمليات أنها يغلب عليها الطابع الترتيبي يغلب عليها الطابع لإيه؟ الترتيبي بمعنى ما ينفعش أني مثلا سيدة في البيت بتقوم بعمل نوع معين من أنواع الطبخات وبعد ما تخلص الطبخة تقولك المفروض أن أنا كنت أخسل الخضروات قبل عملية الطبخة دا استحالة دا المفروض أن دي أول خطوة من ضمن الخطوات أو الخطوة الأولين هنا بنضف الحاجة الموجودة وبعد كده بتتميز عملية الغسيل إذن هنا في العمليات بيشترط فيها حتة الترتيبية يعني الترتيبية لازم تكون مرتبة يعني ما ينفعش أقوله إيه؟ يتم التشغيل بهبوط الضارب العلوي طب وهي فين الخامة أصلا عشان يتم التشغيل بهبوط الضارب العلوي طب وهي فين الماسك اللي ماسك الخامة طب وهي فين المجبس اللي هيتم عملية تشغيله وفي نفس الوقت هتأكد أنه هو وصل لدرجة التشغيل القصوة بتاعته كل الحاجات دي مهمة جدا وخاصة في مادة العمليات لكن في بعض المواد التانية زي المعدات وفي الخامات ممكن المعدات أقول جزء قبل جزء يعني لو قال لي تكلم عن أجزاء المجبس مثلا ممكن أقول له مثلا الفك العلوي والفك السفل طب هو فين بقى قعدت المجبس وفين الفرش وفين مفتاح لفتح وغلق حاجات كثيرة ولكن ده مستحب في المعدات وليس مستحب في العملية يبقى العمليات بيشترد فيها الترتيب للخطوات ولذلك السؤال جاي هنا بيقول ليه رتب إذا حصل خلل في الترتيب يبقى الدرجة كلها أصبحت مفقودة ليه؟ لأن الترتيب بتاعي مش مظبوط ما يجيش بقى واحد وهو بيصحي ويقول ليه لا ده هو جابت 2 مكان 2 و3 مكان 3 بس غلت في 4 مكان كل الكلام ده هو مش مظبوط المظبوط في حتة الترتيب بتاعت العمليات أن العملية تمشي بالسيستم والنظام التي يتم عليها عملية التنفيذ يبقى لابد من إجراء عملية لإيه؟ الترتيب أرتب بقى خطوة زي بالظبط واحد بيرتب مكتبه زي واحد بيرتب مكتبته زي واحد بيرتب ملابسه أو هيرتدي ملابسه الارتداء لابد أن يكون له ترتيب والترتيب للملابس لابد أن يكون له ترتيب وترتيب المكتبة لابد أن يكون له ترتيب خطوات لابد أن تكون متابعة في مادة العمليات ولذلك السؤال ده من ضمن الأسئلة الصعبة الذي يعتمد على حفظ العملية وفي نفس الوقت متابعتها أثناء عملية التنفيذ نروح لبعد كده رتب الخطوات المتابعة في القطع والتفريغ بواسطة الإستنبار تستخدم في عملية القص إستنبار قص خاصة تتركب من إستنبار والدارب يتم تشغيل المكبس فيهبط الدارب ثم بعد ذلك تضغط على شريحة ويتم القص بعصر جزائيات الخامة عند التلامس ويتم الفصل بعد تلامس الحواف يوضع المعدن المراد قصه أو تفريغه بين دليل لإحكام عملية التشكيل يبقى أكيد في الأولانية دي مفيش فيها ترتيب طب نشوف الإجابة بقى أول حاجة تستخدم في عملية القص إستنبار قص خاصة تتركب من إستنبار والدارب يبقى واحد جيت مكان واحد طب فيه إيه تاني قال لي يوضع المعدن المراد قصه أو تفريغه بين دليلين يبقى ثلاثة دي هتطلع مكان اتنين ثلاثة بقى يتم تشغيل المجبس فيهبط الدارب ثم بعد ذلك تضغط على الشريحة ويتم قصه بعصر جزائيات الخامة عند تلامس وتتم الانفصال بعد تلامس الحواف يبقى هنا حتى العملية اللي موجودة من ثلاث خطوات بيشترد فيها حتة الايه؟ الترتيب يبقى هنا ممكن يجيب لي في السؤال وده وارد يجيب لي في السؤال يقول لي رتب الخطوات المتبعة في عملية مثلا الكابس أو التفريغ بالاستنباط والخطوات بتاعتها ثلاثة طب ممكن يحطي للخطوة رقم واحد تكون هي الصحيحة ويعمل تبديل وتوافق ما بين الخطوة الاولى والخطوة الايه؟ التلب بدا مهم جدا بالنسبة لي حتة الايه؟ الترتيب يبقى لما يجي اقرأ السؤال اكون عارف الخطوات الترتيبية بتاعته حتى وان كان صغر العملية بيتوقف على ثلاث خطوات ايه؟ فقط دي مهمة جدا بالنسبة لي بحيث ان الترتيب بالنسبة لي يبقى مهم وفي نفس الوقت السؤال اللي هو مترتيب قدام مني بما محتوطه مثلا عشر درجات احصل على العشر درجات كاملة نروح بعد كده بيقول لي رتب العمليات المتبعة في سك العملة والختم بالاستنباط نقرأ بقى العملية اللي هي مش مرتبة نبدأ التشغيل باندفاع الضارب بالقالب الى القاعدة خاتما بسك القرس مراجعة انتباق الاستنبا على القرس في الوضع الرأسي يتم ضبط القرس المعدني المراد سكه في وضع بين الفك السابت والدليل اللي هي القاعدة والحافظة يسبت القالب اللي هو الاستنبا في الفك المتحرك للمجبس يتم ضبط مشوار التشغيل للفك العلوي الضارب تعال نشوف الاجابة ليه تجاب رقم اربعة اللي هي يسبت القالب اللي استنبا خلاها رقم واحد يتم الضبط اللي هي رقم تلاتة خلاها رقم اتنين يتم ضبط القرس اللي هي تعتبر بالنسبة لي رقم خمسة خلاها رقم تلاتة مراجعة انتباق الاستنبا اللي هي كانت تعتبر رقم اتنين باقت اربعة نبدأ التشغيل اللي هي رقم واحد باقت رقم كام خمسة يبقى هو هنا بدأ يرتب حسب الخطوات الترتبية لعملية سك الايه العملة يبقى هنا في سك العملة ما قدرش اقول ايه انا بعمل عملية التشتيب وانا لسه ما عملتش عملية السك انا بعمل كذا ولسه ما عملتش كذا يبقى في سك العملة لابد من عملية الترتيب حتى يخرج المنتج بالشكل الايه المطلوب نشوف جزء كمان بيقول لي رتب الخطوات المتبعة عند التي تتبع عند اجراء عملية الجمع على المخرطة الايه الجمع اول حاجة بقول لي الانفراد وحساب القرص المعدني تثبيت القرص اللي هو السنترة التفصيل تشغيل المكينة تثبيت القالب الجمع اول حاجة قال لي الانفراد اتنين التفصيل تلاتة تثبيت القالب اربعة تثبيت القرص خمسة تشغيل المكينة ستة الايه الجمع يبقى هنا بالنسبة لي بدأ ياخد الخطوات بالترتيب الانفراد بعد كده التفصيل بعد كده تثبيت القالب بعد كده تثبيت القرس بتاع السنترة بعد كده تشغيل الماكينة ثم الجمع يبقى هنا في حتة الجمع بالنسبة لي بقى بالنسبة لي مهمة ممكن واحد يقول لي ايه طب ما رقم واحد ورقم ستة مزبوطين اقول له طب ما فيه ما بين واحد وستة فيه اختلافات يبقى الانفراد وبعد منه التفصيل بعد كده بعد منه تثبيت القالب بعد ما قدرش اجيب تثبيت القالب بعد كده سنتر يعني ما قلش اقول له السنترة والقالب طب ما هو القالب لسه ما تركبش يبقى لازم في الحتة دي تعتبر بالنسبة لي مهمة جدا بحيث ان الموضوع يكون بالنسبة لي مترتب حسب العمليات الصناعية بتاعت الايه الموجود يبقى هنا بعد منها بقول لي عملية تشغيل الماكينة اه طبعا لازم اشغل الماكينة بالنسبة لي ثم بعد ذلك تتم عملية الايه الجامع يبقى هنا في حتة الجامع بتعتبر بالنسبة لي مهمة اللي هي بتبقى اخر مرحلة من مراحل عملية الايه الجامع ممكن حد يضيف تاني نقطة اقول لك ايه طب ما هو لابد من اجراء عملية التشتيب طبيعي ان انا لابد من اجراء عملية التشتيب وهي ازالة الزوائد النتيجة من عملية الجامع باستخدام الرشكتة ثم بعد ذلك او باستخدام المبرد اعمل عملية تبريد الحواف حتى لا تساعد الحواف على اصابة الايه العام تعالوا بعد كده نروح لعملية تانية لاعداد وتجهيز مخرطة الجامع اكمل النقاط الاتية وده نوع من الاسئلة يعني يعتبر رابح حاجة من الاسئلة اللي هي ان انا حط الكلمة المناسبة في مكانها المناسب او اكمل النقاط يبقى انا لما بقى اكمل النقاط يبقى انا بالنسبة لي مهم جدا اقدر احط كل نقطة في مكانها بيقول لي الاعداد وتجهيز مخرطة الجامع الايه اكمل النقاط الاتية هنا لما باكمل النقاط الاتية بالنسبة لي اللي هي ما بين الاقواس حتى الضبط والنظافة وسلامة والتأكد وحساب ورياضة طيب نمرت واحد بيقول لي نقطة من الدائرة الكهربائية وصلاحية المكينة يبقى كده التأكد اتنين نقطة التامة للمكينة وما حولها يبقى لازم يبقى فيه النظافة التامة للمكينة نمرت ثلاثة نقطة الاجزاء العاملة والمتحركة يبقى سلامة الاجزاء العاملة والمتحركة اربعة السرعة المتحركة حسب الشغل اللي هي ضبط السرعة بعد كده يجب حساب عدد اللفات المطلوبة في الدقيقة حسب نوع المعدن والايه والسم يبقى هي دي تعتبر بالنسبة لي نفس الخطوات الترتبية بس هي مترتبة بس هو بالنسبة لي بيحط بعض الكلمات التي تساعد على استكمال الايه الجملة للحصول على العملية بالطريقة الترتبية التي تستخدم أثناء عملية التنفيذ يبه هنا بتعتبر الحاجات دي بالنسبة لي ايه مهمة ولذلك السؤال اللي هو النقط مهم جدا ان انا اشوف الكلمات المكملة بما بين الاقواس حتى تستكمل الايه الجملة لكن انا لو حطيت كلمة مختلفة عن الجملة اكيد مش هتبقى متركبة بس الكلام ده هيتم امتى في حالة حفظ العملية التي تتم على مخرطة الايه الجامع او العملية التي توضع الكلمات من اجلها لاستكمالها يبه هنا دي تعتبر بالنسبة لي حاجات مهمة وبأكد عليها لان هذا النوع من الاسئلة هي اسئلة سهلة مفيش فيها ايه هنا الطالب هيفكر في ايه اولا الجملة موجودة والكلمات موجودة ايه المطلوب بقى من الطالب ان هو يفكر في الحتة دي غير ان هو ياخد الكلمة المناسبة ويحطها في مكانها المناسب ولذلك بتحدث بعض الاخطاء ان ممكن طالب يقول له لا مش الكلمة دي وهنا يحصل خلل في السؤال فيؤدي الى ان الطالب يفقد درجة السؤال نتيجة ان هو سمع كلام زميله اثناء فترة الامتحانات ولذلك بتبقى مهمة جدا ان انا اقرأ واتمعن في الاجابة اثناء السؤال اثناء اختار الكلمة المناسبة في مكانها المناسبة احنا بالنسبة لنا حتى واحنا شغالين في العمليات لو في كلمة مش مظبوطة تو بص تلاقي مش مكتملة مع رانين الازو وانا بقراها كده ابصة لقي ان هي مش طبعية اذا السؤال ده سهل بالنسبة للطالب والمطلوب منه ان هو يقدر يحط النقاط بتاعته زي ما هو عايز بعد كده بأكد على النقطة دي هذا النوع من الاسئلة سهل جدا ويمكن احنا من خلال هذه الحلقة المميزة ادرنا نتعرض الى مجموعة من الاسئلة الصح والخطأ والاسئلة اللي هي استكمال النقاط والترتيب كل ده بيعتبر بالنسبة لمهم لا يخلو الامتحان من هذا الكم من الاسئلة ارجو من ابنائي وبنات الطلبة التأكد من صيغة السؤال والمراجعة الجيدة مع تمنياتي لكم دائما بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته